بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل الطيبين الطاهري أنا جكتور محمد أبو الطيب ألتقي معكم اليوم في محاضرة جديدة من محاضرات Solar PV Diploma ضمن Reunable Energy Training Program هذه المحاضرة الأولى من المحاضرتين ستكونان آخر محاضراتي على الخلايا الشمسية و للواحي الشمسية في هذه الدبلومة وهاتين المحاضرتين مخصصتين لعرض التطويرات الحادث على صناعة الخلايا الشمسية والتي يمكن لكم رؤيتها والتعامل معها في الأسواق المحلي ولكن لدي هنا ملاحظة أحب أن أذكرها قبل أن ندخل إلى المحاضرة ملاحظتي هنا أنني سأتكلم حصرا عن خلايا السلكو وما دخل عليها من التطويرات وليس كل أنواع الخلايا الشمسية فهذا موضوع أكبر مما يتيحه المجال هنا ترون أمامكم محتويات هذه المحاضرة لو أن أحد منكم تصفح الانترنت عن فضل الواحي في عام 2021 فيمكن له أن يرى مثل هذا الجدول المعروض أمامكم وفي إحدى أعمدته سيرى فقرة سيل تايب ويجد تحتها عنوين مختلفة مثل أن تايب سيل هالف كات أم بي بي أج آي تي وغيرها وفي جدول آخر يرى خلية من نوع الباي فيشيل مثلا ويمكن له أن يرى أشكال وصور مختلفة لمنتجات الواحي شمسية وعليها بعض التربيزات أو المصطلحات التي قد تكون غير مفهومة مثل بيرك، مونو بيرك أو بولي بيرك فما الذي تعنيه كل تلك المصطلحات المسميات؟ ولفهم كل ذلك لنبدأ القصة من البداية في الأساس لدينا خلية أو لوح شمسي من السيليكون التقليدي القياسي المعروف والذي تحدثت عنه طيلة المحاضرات السابقة وتحدث عنه الكثيرين غيري والذي ترونه أمامكم بتركيبه المعروف لديكم وصلنا من PN Junction من السيليكون تعلوه طبقة من الزجاج المطلية بمانع الانيكاز مع التواصلات المطلوبة وخلفيته من الإلمنيا والسيليكون المستخدم هنا له ثلاثة أشكال بلورية أما يكون أحادي التبلور مونوكريستلين أو متعدد التبلور أو أشوائي التبلور كل هذا معروف ولا جديد فيه فق السبق الذي يشرحه بالتفصيل في أكثر من موقع من مواقع التدريبي هذا قد يبرز هنا سؤال مدامة خلايا السيليكون منواع الثلاثة شغالة ومنتجة فما المشكلة التي تدفع المصنعين للبحث عن تطويرات وتحسينات عليها على الدوام سعى كل مصنعي ومنتجي ومطوري خلايا السيليكون وغيرها لهدفين أولهما الارتفاع بقيمة الكفاءة وصولا إلى حدود الكفاءة النظرية العظمى لكل مادة يصنعون منها خلاياهم الشمسية وثانيهما خفض الكلفة لأقصى ما يستطيعون وطيلت أكثر من 20 سنة تحقق الكثير من هذين الهدفين لن نتكلم هنا عن انخفاض التكلفة فهي شيء كبير جدا ولكني سأتكلم عن الكفاءة وكيف تغيرت وتحسنت بإدخال التطويرات المستمرة على صناعة الالواحي السيليكون التقليدية وطبعا هذا أيضا نعكس بالتالي على تكلفة الخلية أو اللون سيبدأ أولا بواحدة من أهم التطويرات التي دخلت على صناعة الواحي الشمسية خلال سنوات الخيال وهي ما تعرف اختصارا بمصطلح بيرك وهذا المصطلح هو مختصر للعبارة Passivated Emeter and Rare Contact ويمكن أن تترجم العربية بالباعث الخامل والاتصال الخلفي وسنة ربعة قليل ما تعني هذه الكلمات البيرك هنا هي خلايا شمسية معدلة بسبب وجود طبقتين في الجانب الخلفي من الخلية وفي بعض الأحيان يربز لهما بطبقة واحدة تعملان على عادة انعكاس الإشعاء الشمسي مرة ثانية لداخل مادة السيليكون مما يمنحهم فرصة إضافية للاقتناص من قبل ذرات السيليكون وإنتاج الطاق الكهربائي من الناحية النظرية فوتون شعاع الضوء الساقط على اللعوة أو الخلية الشمسية لديه أربع احتمالات ممكنة أو متاحة الاحتمال الأول أن ينعكس عن الخلية الشمسية مرة ثانية للجوم وطبعا هذه خسارة كاملة الاحتمال الثاني أن يمر من خلال مادة الخلية وينفذ من دون أي امتصاص وهذه خسارة أيضا الاحتمال الثالث أن يمتصد سيليكون هذا الفوتون ويحوله إلى حرارة وهذه ليست خسارة للفوتون فحسب وأنها ستسبب في خسارة إنتاجية الخلية نفسها لأن ارتفاع درجة حرارة سيؤدي إلى انخفاض كفاءة السيليكون الاحتمال الرابع أن تقتنى الزرات السيليكون الفوتون وتمتصه وتنتج مزدوج الالكترون هول بالطاقة التي امتصتها منه وهذه هي الحالة المفيدة الوحيدة الآن علينا أن نعمل على تقليل الاحتمالات الثلاثة الأولى وتعزيز الاحتمال الرابع فكيف يمكن لنا تحقيق ذلك؟ عمليا تم ذلك في خلية السيليكون البرك بإضافة طبقتين يعملان على تحسين حركة الإلكترونات في الخلية وإرجاع فوتون وضعه إلى داخل الخلية لإتاحة الفرصة لذرات السيليكون لإقتناصيه مرة ثاني إذا فهمنا فكرة البرك السؤال الآن كيف يمكن تحقيقها عمليا؟ أمامكم التركيب التقديدي للوح الشمسي وسيبدأ من الأعلى للأسفل ترون أولا توصيلات سكرين برنتد سيلفر فرونت كونتاكت ثم الطلاء المانع للنكاس على الزجاج ثم البيان جنكشن المصنوع من السيليكون ألمنيوم باك سيرفيس فيلد البي اس اف والذي يعمل على تقديل فرص عادة إتحاد الإلكترون هوم وبالتالي المحافظة على إنتاجات الخلية من الإلكترونات ثم طبقة التوصيلات الخلفية الآن نأتي إلى خلية البرك السيليكونية كبترون أمامكم الطبقات العليا هي ذاتها كما في الخلية التقليلية لا تغير فيها توصيلات الكهربائية والطبق المانع للنكاس والبيان جنكشن ثم البي اس اف الخلفية ولكن هنا ضفنا طبقة تاليك ترك أو طبقة التخميل العازل وطبقة من نايتريد السيليكون وطبقة التوصيلات الإلميو خلية البرك تعطينا التصور كيف يمكن لتطوير بسيط أن يحقق أثر كبير في إنتاجات خلية السيليكون التقليلية عملية الباسيفيشن تتضمن إيجاد طبقة من أكسيد السيليكون أو أكسيد الألمنيون متبوع بطبقة من نايتريد السيليكون ويتم استخدام الليزر لعمل ثقوب في طبقة التخميل تسمح بدخول التوصينات المعدنية بإضافة الباسيفيشن تليير يمكن زيادة الحد الأقصى من نكاس الضوء إلى 98% وهذا ما ينعكس على كفاءة الخلية طبقة التخميل باسيفيشن تليير تعمل على زيادة الكفاءة من خلال ثلاثة عمليات أولا هي تعيد أكسى الضوء الواصل للسطح الخلفي للخلية دون امتصاص مرة ثانية لداخل مادة السيليكون مما يعني إتاحة محاولة ثانية لامتصاصة وثانية تقلل عملية عادة الاتحادة بين الكترونات الموجودة والفجوات وبذلك تحافظ على تدفق الكترونات من الخلية الفات الثالثة المهمة جدا هنا هي أن مادة السيليكون يمكن أن تنتص الضوء لحد طول الموجي 1180 نانوميتر الضوء ذو الطول الموجي الأكبر ينفذ خلال السيليكون ويتم امتصاص بواسطة الصفيحة الخلفية المعدنية لللوحة الشمسي مما ينتج أنه حرارة وبالتالي تسخين الخلية الشمسية وهذا سيؤدي إلى خفض إنتاجتها بين موجود طبقة التخميل في السطح الخلفي سيعمل على أكسى الضوء بطول موجي يزيد عن 1180 نانوميتر مما يقلل الطاقة الحرارية في الخلية الشمسية ويمنع تدهور إنتاجتها الآن نصل إلى تقييم هذه التقنية مقارنتنا بالطريقة التقليدي ما هو الربح المتحقق منها؟ أول وأهم ما نربحه هنا هو زيادة الكفاءة تشيل بعض الدراسات أن زيادة في الكفاءة يمكن أن تصل حتى إلى 12% من الكفاءة الأصلي وأسباب ذلك تعود إلى عدة أسباب منها خفض معدلات عملية إعادة الاتحاد الريكمبنيشن بين الكترون والفجوة إذ أن عملية إعادة اتحاد هذه خسار الكترونات الذي تم انبعاثها نتيجة مستقبل الفوتون الساقط والسبب الثاني يعود إلى مضاعفة من خلال إعادة أكسى الإشعاء الشمسي إلى داخل السيليكون مرة أخرى والسبب الثالث يعود إلى السيطرة على حرارة الخلية والحيلولة دون ارتفاعه وترون أمامكم زيادة في الكفاءة لحد الألواح مقارنة بألواح أخرى ومشابهة لنفس الشركة المصنعة في الجهة الأسرة وفي الجهة اليمنى أمامكم مقارنة لإستجابة خلية البيرغ إلى إشعاء الشمسي الساقط وزيادة كفاءتها من طول الموج الساقط وهذا منحن مهم إذ يؤثر زيادة حساسية اللوح الشمسي للألزاء المرئية من الطيف الكورومناطيسي ومن الطبيعي أن العوامل السابقة ستنعنكس إيجابيا على إداء اللون حيث سنحتاج لها مساحة أقل لحصول على نفس القدرة المنتجة وسنتمكن من استرداد الأموال المصروفة على المشروع بشكل أسرع من حالة استخدام الألواح التقليدية وأمامكم إنتاجية لوحين أحدهما تقليدي والآخر يستخدم تقنية بيرغ باللون القهواء ويمكن أن تلمسوا الزيادة في الإنتاجية المتحققة وهذه الزيادة محسوسة ومؤثرة ننتقل الآن إلى تقنية أخرى شاعت كثيرا في السنوات الأخيرة وبدأت أمليات نصب الألواح المنتجة بها على مختلف المستويات هناك منظومات منزلية تستخدم هذه الألواح ومنظومات صغيرة أيضا وهناك منظومات متوسطة وإنتاجية وتلتسكير هذه تقنية للألواح الشمسية ثنيات الوجه وهي ألواح شمسية تنتج الطاقة الكهربائية من تعرض كلا وجهيها الوجه الأمامي ووجه الخلف للضغم على عكس للواحة التقليدية التي تنتج الضوء فقط من الوجه الأمامي لأن وجهها الثاني معتم في التصميم التقليدي للخلايا أو اللوح الشمسي يتم وضع سيليكون بين جينشين في الأساس بين طبقة من الزجاج هي واجهة الخلية واللوح وخلفية معتمة طبعا مع باقي الملحقات الأساسية الضوء هنا يدخل من الوجه الأمامي فقط وهو عادة Direct Normal Radiation مع كمية صغيرة من أشاعر منتشرة في فيوزر ديش الواصل للوجه الأمامي للوح الشمسي ولا توجد أي فرصة لنفاذ الضوء من الخلفية المعتمة حتى يصل لطبقة السيليكون المنتجة للتعار الكهربائي كما يوضح ذلك المخطط المبسط في الطرف العيمن أمامكم ما الذي يحدث الآن؟ لو جعلنا خلفية اللوح الشمسي شفافة أيضا من الزجاج مثلا وقمنا بنسبة اللوح بارتفاع مناسب عن سطح الأرض حتى نسمح لله المنعكس عن الأرض الوصول له وبالتالي نفاذ لطبقة السيليكون ومشاركة في عملية الإنتاج الالكتروني ما سيحدث هو ببساطة عملية الإنتاج الالكتروني للوح الشمسي من نوع البيفيشير كما يعرض ذلك المخطط على الجهة الوسرة لدينا الآن نوعين من الإشعاع الشمسي أول أصح مركبتين من مركبات الإشعاع الشمسي تستاهمان في عملية الإنتاج الالكتروني في الخلية أو اللوح الإشعاع المباشر الذي يسقط على الوجه الأول وقليل من ديفيوزر جيشن أو الإشعاع المنتشر أما الوجه الخلفي فسيستقبل الإشعاع الشمسي المنعكس عن الأرض البيدو والإشعاع الشمسي المنعكس عن الغيوم وكل العوائق في الجو كدقائق الغبار وأيضا ما ينعكس عن الأسام القريبة من اللوح كل هذا سيشترك معا في إنتاج الالكترونات من الوجه الخلفي لللوم طبعا ستكون كمية الالكترونات في منتج قليلة وليست مثل ما يتم إنتاجه من قبل الوجه الأمامي لأن مركبة الـ Diffuse هي بالتأكيد أقل من الـ Direct Radiation الصاقط على الوجه الأمامي ما سنقوم به في الوجه الخلفي أننا سنمد شبكة FingereGrid جمع الالكترونات المتولدة بشكل مشابه لوجه الأمامي ولكن حتى يكون هذا اللوح منتج بشكل فعال لا بد أن يكون السيليكون المستخدم هنا بالنوعية ممتازة مع جعل خلفية اللوح أو وجهه الخلفي مغطى الآن بالزجاج كوسط شفاف يسمح للضوء بالدخول لللوح هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على إنتاجية الالواحي الشمسية ثنائية الوجه ولكني هنا سأعرض لأهم عاملين نؤثران على هذه الإنتاجة العامل الأول وهو الأهم في نظري هو طبيعة المحيط الذي يتم نصب المنظومة فيه طبيعة الأرض ومختلف العوائق الأرضية المحيطة بموقع المنظومة وطبيعة الجو في المنطق إذا ما كان يشهد تكرار الغيوم البيضاء في السماء مثلا والسبب في ذلك يعود إذا أن الأرض تعكس كل ما يسقط عليها من الضوء وهذا هو الالبيدو والأجسام المحيطة في الأرض وفي الجو تعكس باقي الأشعاع الشمسي الذي هو الديفيوز على أساس ذلك كل ما زادت كمية الأشعة المنعكسة عن الأرض والعوائق يعني أن اللوح الثنائي الوجه سينتج طاقة أكثر من حالة المحيط الذي لا ينعكس منه إلا أشعة قليلة أمامكم مخطط بياني لأحد التجارب التي تمت على لوح مزوجة الوجه لاحظوا أنه كل ما زادت الإنكاسية من الأرض المحور السيني في هذا الشكل زادت قدر الأشعاع الشمسي الصاقط على وجه الخلفي وبالتالي زيادة الإنتاجية الحاصلة فيه لذلك يصار مثلا إلى صبغ الأرض والمناطق القريبة من هذه الألواح باللون الأبيض لزيادة ما تعكسه من أشعة على الأوجه الخلفية لهذه الألواح العامل الثاني هو الارتفاع عن سطح الأرض كلما ارتفع اللوح عن سطح الأرض أصبحت فرصته للحصول على ديفيوزر ديشن اكتر وعلى العكس كلما اقترب من سطح الأرض قلت فرصته على الحصول على كمية معقولة من الشعاع حتى إذا ما تم نصبه مثلا مناسقا للسقوف فوق المباني انتهت كل عملية إنتاجه من الطاقة الكهربائية من وجه الخلفي أما ما هي المسافة المثلة لارتفاع عن سطح الأرض؟ وهذه تدرك للقياسات الحقلية ومدى توفر لشعة ديفيوز المتاحة في الموقع مثلا في عدة تجارب كانت المسافة المثلة للحافة السفلة لصف الألواح عن الأرض ما بين 18 إلى 36 إنج من المعايير المهمة التي يتم استخدامها في وصف إنتاجية الواح المزدوجة هو معيار البايفيشيل جين والذي يعرف بأنه نسبة إنتاجية الوجه الخلفي للطاقة مقارنة بإنتاجية الوجه الأمامي له في حالة البايفيشيل جين يساوي 0 يعني أن الوجه الخلفي لا ينتج أي طاقة وإذا كان البايفيشيل جين يساوي 50 فهذا يعني أنه ينتج طاقة تساوي نصف ما ينتجه الوجه الأمامي وأمامكم نتائج حتى التجارب على لوح مزدوج الوجه عندما البايفيشيل جين يساوي 0 القدرة المنتجة هي 360 واط والكفاءة هي 17.95 وطبعا هذه الانتاج والكفاءة تخص الوجه الأمامي فقط إذا ارتفع البايفيشيل جين إلى 10% نصل إلى قدرة تساوي 396 واط برفع الكفاءة إلى 19.74 أما إذا ارتفع البايفيشيل جين إلى 30% سنحصل على قدرة منتجة تساوي 468 واط وكفاءة تساوي 23.33 وهذه طبعا زيادة مهمة في الكفاءة ومن ثم الإنتاج ولكن أرجو ملاحظة أن هذه النتائج وسواها مما أرثته في هذه المحاضرة هي لحالة استخدام ألواح محددة في ظروف أمل محددة أيضا وليست نتائج عامة يمكن الإشارة إليها عند استخدام ألواح مختلفة تعمل في بيئات مختلفة وهذه الجداول تظهر قيمة الألبيدو أو نسب الإشعاع المنعكس عن سطح الأرض نسبة للإشعاع الساقط عليها في تلك البقعة ويمكن أن تلاحظوا كيف تختلف هذه القيمة اعتمادا على نوع مواد سطح الأرض فهي مقفضة للأجسام المعتمد كالاسفلت والكونكريت وعالي للرمال والجريد الحديث وهذه الصورة توضح كمية الألبيدو المنعكس عن مواد مختلفة علي اليمين أمامكم خطط بياني لإحدى نتائج التجارب على استخدام بايفيشل سولر بنالز ترون من بايفيشل رقيا على المحور الصادي YX بينما قيمة الألبيدو على المحور الصيني XX والعلاقة هنا خطين للدرجة كبيرة أي كلما زادت قيمة ماينعكس عن سطح الأرض ارتفعت إنتاجية اللوح الشمسي من نوع بايفيشل يمكن أن نذكر هنا أن أهم حسنات بايفيشل سولر بنالز هي زادة الإنتاجية المتوقعة والتي يمكن أن تصل إلى حد 30% مقارنة بإنتاجها للواح ذات الوجه الواحي طبعا شريطة أن يتوفر مناسب له كما أنها لا تعاني من الـ ولأنها لا تحتوي على الالمينيوم كفريمز فهي لا تحتاج للتعريض كما أن الوارنتي لها كبيرة صدت 30 سنة مقارنة بـ 25 سنة للواح التقليدي وطبعا لن تعرض التلف بسبب رطوبة أو الكيميكال كوروجيا ولأن إداءها أفضل فستكون فترة استرداد رأس المال هنا أقل من نظيرتها ذات الوجه الواحي كما أنها أكثر جمالا ويمكن أن تستخدم في أشكال وزوايا تضخي جمالا ورونقا على المباني إضافة إلى إنتاجيتها للطاق ويمكن استخدامها بأشكال عديدة وزوايا نصب مختلف وباستخدامات ممارية متعددة ولي في قناتي ثلاث مهارات أشرح بالتفصيل كل ذلك وهي متاحة من الرغب بمتابعتها أما أهم مشاكلها في أكثر كلفتها من الواح التقليدية كما أنها أثقل وزنة الآن ننتقل إلى تقنية إنتاج ألواح شمسية تجمع معنا التقنيتين السابقتين البيرغ مع البايفيشل فنحصل على بايفيشل بيرغ سولر سيل أو بايفيشل بيرغ سولر بانل أي أن اللوح الناتج هو مصنع من خلائي بيرغ بوجه خلفي شفاف يسمح بمرور الضب وبالتالي بإنتاج الطاقة الكهربائية فيه بهذه الطريقة سنرفع كفاءة اللوح الناتج بشكل كبير أصبحت البايفيشل بيرغ سولر بانل الأساس في صناعة الكثير من الواح الشمسية وتم تغيير خطوط إنتاج الكثير من المصانع لكي تتوجه الإنتاج هذا النوع من الواح الشمسية وأمامكم خلية شمسية من إنتاج شركة لونجي من نوع البايفيشل بيرغ سولر سيل كفاءتها تصل إلى 24.06% وأبعادها 156.7 ملين في 156.7 ملين وكفاءتها هذه رقم كبير بكل المقاييسة أمامكم بعض محاضراتي التي يمكن أن تكون مفيدة لكم حول كل المعلومات التي ذكرتها في هذه المحاضرة أولها محاضرة برقم 17 عن كيفية اختيار اللوح الشمسي المناسب للتطبيق الذي يعمل عليه وهذه محاضرة قديمة نسبياً عن التطورات التي دخلت على صناعة اللوح الشمسية في سنة 2017 قد تبدو بعض التقنيات في حينها مفاجئة وجديدة من الناحية التقنية إلا أنها أصبحت الآن خطوط إنتاج فعلية وهذه محاضرة أشرح فيها بـ وكيف تحدث في الألواح الشمسية ولماذا وما هي أثارها على إنتاج اللوح الشمسي وهذه محاضرة عن الفرق بين الالبيدو والديفيوز رادياشن وهذه ثلاث محاضرات لتشرح تفاصيل بايفيشيو سولر بانر أولها محاضرة برقم 51 أعرض فيها تفاصيل هذه الألواح واستخداماتها ومحددات هذا الاستخدام ومدى الفائدة التي نجنيها منها وهذه محاضرة ثانية برقم 52 حول نفس الموضوع وهذه محاضرة ثالثة برقم 53 وهي المحاضرة الأخيرة حول نفس الموضوع وهذه محاضرة القادمة إن شاء الله واستكمال لباقي انواع التطورات التقنية في صناعة الالواح الشمسي أتمنى أن تكون محاضرتي هذه مفيدة لكم وضعفت لكم معلومات مفيدة لعبلكم شكرا لكم وأتمنى لكم اليوم سعيد